السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا وألف مرحبا بأحلى متتبعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة كنت مننا يا ربي فيديو اليوم يلقاكم وانتم في أحسن ظروف وفي سعادة دائمة يا رب يوم جديد وفيديو جديد اليوم إن شاء الله وبحول الله سنوريكم واحدة حاجات زوينين بزاف سنعطيكم إن شاء الله الحل لواحد الحاجات التي كنا لم يكن سيدة مكتراش لها في المطبخ ديالها ستكتشفوها أكيد ويعجبكم الحل أكيد لأنك رجعوكم أكيد ما كان سيدة موعمرها وقعتها في المطبخ ديالها سنعطيكم الحل والهلا يمحنكم اللي تقالت عليكم خفافت عليها دائما مع صحر ما كان غير الحاجات السهلة والحل أكيد ما نطوش عليكم لخليكم تكتشفوهم وما تنسونيش من لايكاتكم كتشجيعا منكم والهلا يخطيكم عليها وشكرا لكم زاف زاف ما نطوش عليكم أكثر وشاء الله يشوفوا هذه الحلول وهذه الأفكار وكتمنى لكم فرجة ممتعة وعلى بركة الله نقولوا باسم الله في أول حي لو تدبيره في فيديو اليوم سنعطيكم واحد المعلومات اللي مهمة وانا بتكدب بزاف ديال السيدة والبنيتات ما كيعرفوهاش وهو فيما يخص هاد العظومة ديالتمر اه ناوات كلنا كنعرفو بانه كيسرع الطياب في الحام في الجيش في القطاني في بزاف الحاجات ولكن بزاف ديالأخوات ما كيعرفوش حال خاصنا نديرو منعضم وشحال ديال الوقت اللي غادي يشدلينا الحام ولدجاج ولدكشي بشي طيب خاصنا نعرفو بانه هاد العظوم فيه بزاف ديالأحماض هي الي كتخليلينا اه لحام ودكشي يطيب بسرعة انا عطيكم كل حاجة شحال غاديلو فيها منعضم وشحال ديال الوقت بشي طيب عندك الا الا الحم الحم بعد مرس كنشرب شيه الحم وكنضحو فيه كما كنقوروحنا بالمصطلح المغربي ديالنا شارف او لا عاصي ما كيبغي شي طيب كايت بارك الله شي الحم اللي محتش العظم غير كتديريه في هذا كتلقيه اللفحة للزبدة وكيشي الحم لا الى الله وحد راس الله كما كتحطيه وتعود تحليه كتلقيه بقيم كنزز هادا كل اللم اللي تعرفي اللحم عندك خيب كتديريه من خمسة حتى السبعة ديال العظومة هادو ديال التمر ماشي بالتمر غير العظم فقط وكتخليه مساعدة للطياب 30 دقيقة الجيج كتديري فيه من ثلاثة الجيج غير كي طيب الجيج في حال ما اقتش كتلقه هما كي طيب لان الجيج الرومي كي طيب الجيج البلدي او هذا الكروازي بعد مرات كتلقه شي جيج بلدي ما مكنزز ما كيبغي شي طيب جيج ولا بيبي بحال 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 كتلقيه اللحم وقاسح كتديري فيه من ثلاثة حتى الرابعة ديال العظومة ديال التمر والقطاني في حاج شكل بعد مرات اللوبيا الحماص كيبقى هكاك ما كيبغي شي طيب كيبقى عاصي كتديري فيه من ربعة حتى الخمسة ديال العظومة ديال التمر وإلى كنا غنطيبوه في ساعة غادي ولي طيب غير في نص ساعة وهكدا عندنا ربح في بزاف ديال الامور هو ان انا كنقتصده اولا وكنوفره في البوطة وحتى حاجتنا كتطيب وكتجيفتية وبالحاجة اللي بطبيعة الحال طبيعية ماشي بشي مادة كيماوية في حال مثلا كيلي كيطيب اللحم انا شفتهم البناس ما بيلقوا وصينا نقولها في العرس كتكون مثلا طيابة او طباخة بتعطلات وبغى تزرب اللحم انه يطيب بسرعة او لا تلقاه يعني كيما كنقولو قاسح عاصي او لا تلقى المشروب الغازي الاسود يكبوه هكاك في اللحم يبقى كشكش يطيبوه بسرعة ولكن احنا هاد العضومة اللي مادة طبيعية ما عندكم من نشخفوا منها ديروها في طيابكم انتما مطمئن وهنا يا لبنات بغيت نشارك معكم في واحد القادية معرفش وش غا تفيدكم ولله ولكن واحد حاجة كنديرها انا وبغيت نتقسمها معكم كيف كنقول لكم اي حاجة كندرتها كنوريها لكم هنا فيما يخص هذه التجربة انا بغيت نديرها لانا ربو ماشي اخت ما تكونش عارفها او نديرها في بالا وهو فيما يخص سمحوا لي بعد عالها الصوت الاشغال سمحوا لي بزاف 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 كانت سناهم باش يحبسوهم بغوش يحبسوه غادت مثلا انا غرفع صوتي باش تسمعوني طريفة اللي كشي طولينا ديال الحرشة كنت عارفو ضايع ما كيبغيهش الله لا يتخالفوش عليها جوج انا ما كندير نضيع هالطروفة او نجمعهم نخليهم يكرموا او لرميهم او لا او لا كندير كم قد ناخد هال الحرشة اللي شاطت وكنقطعها هكا طريفة صغار وكنديرهم الصاشيتها هي كانت عندي في المجمد كنجمعهم يعني كنجمع كمية نجمع مضهوسة اما كنزيد شي حريشة صغيرة كنصوبها وكنزيد عليها هذا والليل كان كافيني هذا رأسا في كننغي البلول وكنجبدها على ساعة من المجمد هاي كان عندي وحتي شوي هاي انفرته نادي اشتو كنجبدها كنخليها حتى ترخف رأى اصلا ما كنتم كنجبدها فوق سطح العمل كنخليها حتى ترخف ورأى كننسقي هذه الساعة بالبلول هذا هو الغرض يعني هو ان الحرشة اللي قد قد فرستوها وشمعوها في المجمد بحل هكا سيأتي واحد النهار وتحتاجوها لمضهوسة بحل هكا كنتمينا القصيرة حيعجبكم ويفيدكم او له هكذا مهم مهم درتوه في بالكم هاته اللي يكاين ومشي ان شاء الله التدبير الموالية وهنا يا البنات وصلنا الفكرة الرئيسية دي الفيديو دي اليوم هنحضرها معكم و هنقول لكم ان شاء الله فاشا غديتفيدكم و غديتعجبكم بزاف بزاف كناخدو كاسرونة كنديرو فيها كمية دي المهاهية كناخدو الشيبة الشيبة معروفة هدا ووقتها الشيبة ومصطلح اخر كيقولولها شويلاء ولا شويباء مهم بحال هكا غديتكوني غديتكوني غسلها مزيان مزيان ضروري وكاترميها في هاد الماء هكذا وكاتتشعلي علي البوطة وكتخليها تبقى تغلي 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 مزيان حتى طبيعة الحال غديتتغير هاد اللون دي الماء لان الشيبة كتعرفو بحش كلي كنديروها في اه في اه تهي كتكتلق مزيان للبوطة وكاتتصفى هدا الماء هذا من هاد الشيبة هاد دي الماء دهما في هاد الفابو هاد وغد اشدو اله لئلس كتعرفو بها ندا بالوقت من اللي كيكون وقت البرد كنتعاني من القشرة شعر قشرة للشعر تحلل شعر لنشغل شعر لنظهر و لدينا يجب ان تقشر لنا فقط لها الماء حلل شعر و ترشيها و كف الشعر ثم تغسل قرر العملية عدة مرات لا تبقى فيك القشرة و لا نحتاج إلى الفوائد لديها الشيبه اللي ما خلقهاش الله غير هكاك هباء خلقها إلا و عنده واحد الفوائد زوينه الناس اللي يعانيو من عسر الهضم يعني ما كيهضموش كتبقى عندهم ديك تخمة معدباهم يشربوا آتيب شيبة وهه زوينه كذلك الناس اللي يعانيو من الأعصاب بسرعة كيتقلقو بسرعة كيتعصبو يشربو هارا كتهد الأعصاب و ما شاء الله ما غادي تبحتوا عليها غادي تلقوا الفوائد العديد اللي ما غا نكرش نقولها كاملة كنتمنى يا ربي هاد القصير راح يعجبكم وديرو به ويلعجبكم يا ريت ما تنسوش غتكم ببنتكم اللايكاتكم الله يجزيكم بكل خير وشي حاجة اللي مجربة وشي حاجة اللي تحتي دينا في المتناول دينا كنتمنى الفيديو كاما يكون عجبكم هنا الفيديو دينا غادي سالي ما صغيتش بكم كيف ما كنقولها لكم دائما كيف ممنتم ما ما كنتتخبش بيا شحاب الأخت كتقول لي أنا راه علش كديري الفيديو صغير يعني قصير راه غير كنبدا متفرج دغي اكي يعني ما كنحش بي تكلقى قصاليتي أنا كنديرو في المتوسط يعني ما قصير بزاف ما طوي بزاف باش كي اللي أنا أخوات مكي بغيروش الفيديو طويل المهم كيف ما نتو ما كنتتخبش بي حتى أنا ما كنتتخبش بي حتى أنا ما كنتتخبش بيكم الله يخليكم لي يا ربي نحنا الفيديو دينا غادي ساليو مع ألف سلام نحن 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 نح